السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناي وبناتي تلاميذ تنميزات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح مع بعض الدرس الرابع من الوحدة الثالثة مساحة المعين بمعلومية طولي قطريه مساحة المعين بمعلومية طولي قطريه من منهج الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة والتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد المعين يا أولاد هو متوازي أضلاع جميع أطوال أضلاعه متساوية يبقى عندنا المعين عبارة عنه المعين يا أولاد متوازي أضلاع جميع أطوال أضلاعه متساوية يبقى الأضلاع عنده متساوية زي ما نرى في الشكل الأولاد قدامنا المعين ألب به جيم دال أضلاعه متساوية أضلاعه متساوية وارتفاعاته بتكون متساوية في الطول أولاده وبالتالي بتكون ارتفاعاته بتكون متساوية في الطول يبهد ان الارتفاع يساوي الارتفاع ده الارتفاع ده يساوي الارتفاع ده فمساحة السطح المعين طول القعدة في الارتفاع مساحة سطح المعين طول القعدة في الارتفاع أولا مساحة المعين بمعلومية طول القعدة والارتفاع يبقى القانون بتاعنا يا أولاد يقول لك أن مساحة السطح المعين تساوي طول القعدة في الارتفاع المناظر يبقى مساحة السطح المعين طول القعدة في الارتفاع المناظر طب هنا يا أولاد طول القعدة اللي هي طول الضل تساوي مساحة المعين مكسومة على الارتفاع يبقى أنت لو عايز طول القعدة أو طول الضل وعندك مساحة المعين وعندك الارتفاع تكسب مساحة المعين على الارتفاع طب انت عندك المساحة المعين وعندك طول القاعدة عايز الارتفاع يبقى الارتفاع سويه مساحة المعين مكسومة على طول القاعدة مكسومة على طول القاعدة هناخده مع بعض مثال هيقولك احسب مساحة السطح كله معين مما يأتي اول حاجة اولاد يجيب لك الشكل اللي قدامنا معين اللي القاعدة بتاعته كان اولاد خمسة الارتفاع 4 SO بقى مساحة المعين تساويه أولاد طول القاعدة وصبحي أولاد خمسة فاربห خمسة فاربع يو volاد اصلى 20 صندوق找 مربع 20 صندوق مربع المساحة لنستاشا اولاد صندوق مربع لك الشكل اللي قدامنا a cùng 2 هنا اولاد القاعدة 8 الارتفاع 7 يبقى مساحة المعين تساوي سuetطح vikt termini 9 في 7 8 في 7 بقام ب56 56 يولاد سنتيمتر مربع رقم 3 مساحة المعين 7 والارتفاع 6 مساحة المعين تسويه طول القاعدة في الارتفاع 7 في 6 ب42 42 يولاد سنتيمتر مربع واحد معين محيط 40 سنتيمتر وارتفاعه 8 سنتيمتر احسب مساحة السطر رقم 2 جيب لك معين مساحته 90 سنتيمتر وطول ضلعه 10 سنتيمتر احسب ارتفاعه رقم واحد معانا هو مديك المحيط مديك اولاد محيط المعين ومديك الارتفاع احنا لو نفتكر اولاد مع بعض محيط المعين طول الضلع في 4 المحيط طول الضلع في 4 مديك المحيط المعين نحن نجيب المساحة نجيب طول الضلع او طول القاعدة نقسم المحيط المحيط على 4 نقسم المحيط على طول الضلع المعين يساوي المحيط على 4 40 على 4 10 سنتيمتر استفادنا من المحيط نقسم المحيط المحيط على 4 نقسم المحيط على 4 نقسم المحيط على طول الضلع يا اولاد ندرس المحيط على المحيط بالطول القاعدة مساحة المعين تساوي طول القاعدة اللي هي الضلع في الارتفاع يقبع 10 في 8 80 سنت متر مربع دعا برقم 2 هو مديني أولاد معين مساحة 90 سنت طول ضلعه 10 سنت عايز الارتفاع الارتفاع يساوي أولاد الارتفاع يساوي مساحة المعين على طول الضلقاعدة يبقى الارتفاع يساوي مساحة المعين على طول الضلع أو طول القاعدة يبقى 90 60 有�� ON 10 . 90 في رقم 2 هو مدينها المساحة و تملينا طول الظل سلوانا يريد الارتفاع حلل نكسي من مشاهدين المساخه 90하기 لدينا الام 9 workshops ثانيا. مساحة المحين بمعلومية طول أكثر قطره. اذهب أيplo. هنا قدمنا البيهجيم هذا المعين هنا يقول لك القطران متعامدان قطران المعين يا أولاد متعامدان القطران هنا أولاد في المعين غير متساويين في الطول القطران في المعين غير متساويين في الطول القطران ينصف كل منهما الآخر القطران يا أولاد ينصف كل منهما الآخر يعني الجزء ده يساوي الجزء ده يا أولاد والجزء ده يساوي جزء ده يبقى القطران ونصف كل من هما الآخر والقطران غير متسويان والقطران متعامدان دافت من خواصة يا أولاد المعين القادة بتاعتنا بتقول يا أولاد مساحة سطح معين تساوي نص حاصل ضرب قطريه يبقى أنت تضرب حاصل ضرب القطرين في نص يبقى نص يا أولاد حاصل ضرب القطرين في بعض يبقى عندك أنت مساحة سطح معين نص حاصل ضرب قطري طول قطريه مما يقومون بطول قطريه 5 مضروب في المساحة على طول القطر هذا بالنسبة للقوانين والقوانين يجب أن نحفظها جيدة يبقى مساحة سطح المعين نص حاس الضرب طول قطريهم طول احد القطرين تضرب المساحة في اثنين وتكسيمها على طول القطر الآخر مثال ثلاثة أوجد مساحة كل معين فيما يأتي هنا في الرسم يجب طول قطر 12 سنط والقطر الثاني يجب نص وخمسة يبقى هنا خمسة يجب القطر كله 10 سنط القطر كله 10 سنط يبقى نجيب المساحة نضرب نص في حاس الضرب قطرين يعني حاس الضرب فيه أولاد 12 في 10 نص في 12 في 10 يدينا 60 فهنا الحل يقول لك يا أولاد طول القطرين هما 12 و10 وعيفنا العشرة يتمنين هو مديك هنا نص القطر والنص القطر يبقى هو القطر مقصوم نصفين يبقى دي خمسة يبقى دي خمسة خمسة وخمسة عشرة يقول لك إذا المساحة السطح المعين سوى يولاد القانون بتاعنا عادي خالص نص حاس الضرب قطرين يبقى نص في 12 في 10 هنا على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الكام يا أولاد فيها الستة ستة في عشرة بستين سنتمت مربع طب في الرسم الثاني يجب لك نص قطر خمسة هنا النص التانية خمسة يبقى دي خمسة هنا نص وعشرة هنا يجب لك أربعة وعلى النص النص والثانية أربعة يبقى 8 هنا طول قطرين هما يأولاد 10 و8 من هي من الرسم يجب لك نص ونصف مساحة السطح المعين تضرب بها نصف في 10 في 8 نصف في 10 في 8 وتقول على الاتنين في الواحد على الاتنين في الخمسة وخمسة في تمانية باربعين سنتيمتر مربع نحلم مع بعض يا أولاد اختبر نفسك في اختبر نفسك هنا أولاد بيقول لك معين طول قطريهم 6 سنتيمتر و 8 سنتيمتر عايز مساحة السطح طب هنا أولاد المساحة بتقول لها المساحة السطح المعين نصف طول نصف حاصل ضرب طولي قطريه يبا احنا كده نضربه نصف في كام يا أولاد في 8 في 6 في 8 يساوي كام يا أولاد على الاتنين في الواحد على الاتنين فيها الثلاثة ثلاثة في 8 بكام ب24 سنتيمتر مربع طب رقم 2 بيقول لك معين طول قطريه 12 سنتيم و 14 سنتيم فقال لك وإذا كان طول ضلعه 10 سنتيم احسب ارتفاعه دي أول حاجة أولاد نجيب فيها يا أولاد نجيب المساحة أول حاجة نجيب المساحة فنقوله مساحة مساحة المعين تساوي أولاد نصف مضربة في 12 مضربة في 14 فنقوله على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الستة طب هنا أولاد 6 في 14 بكام نضربها مع بعض 6 في 4 6 في 4 ب 24 4 معاها الاتنين طب و 6 في 1 ب 6 و 2 تمانية كده مساحة السطح المعين تساوي 84 سنتيمتر مربع بعد ما جيبنا أولاد المساحة المعين هنا أولاد هو مديق طول ضلعه 10 سنتيمتر فعايز الارتفاع الارتفاع يساوي أولاد الارتفاع يساوي المساحة تكسمها عليها أولاد تكسمها على طول الضلع المساحة تكسمها على طول ضلعه فهنا الارتفاع يساوي أولاد فتقول الارتفاع يساوي المساحة تحت المعين اللي جيبناها أولاد من الخطوة الأولانية 84 تكسيمها على طول الضلع طول الضلع كان هنا 10 سنط فنقول لأولاد 84 على 10 يبقى 8.4 من 10 سنتيمتر 8.4 من 10 سنتيمتر مثال 4 معين مساحة تساوي مساحة المربع الذي محيطه 48 سنط فإذا كان طول أحد قطرين معين 18 سنط فوجة طول القطر الآخر يبقى إحنا يا أولاد في مسألتنا دي عايز منينا طول قطر المعين الآخر طيب إحنا عارفين يا أولاد عشان نجيب طول قطر المعين نكسب المساحة 2 في المساحة على طول القطر المعلوم نضرب 2 في المساحة على طول القطر المعلوم طيب هنا يا أولاد عايزين نجيب المساحة طيب هو قال لك إن مساحة المعين دي تساوي مساحة مربع طب المربع مديش مساحته ده مديني المحيط يبقى عملين يا أولاد أجيب مساحة المربع طب المحيط أستفاد منه بي يا أولاد أستفاد بالمحيط إن أنا أجيب طول الضلع المربع أجيب يا أولاد طول ضلع المربع طب المحيط يساوي طول الضلع في أربعة طب بالتالي طول الضلع يساوي يا أولاد طول الضلع يساوي المحيط مكسوم على أربعة المحيط مكسوم على أربعة لما أجيب طول الضلع أولاد أجيب مساحة المربع مساحة المربع يا أولاد طول الضلع في نفسه أضرب الضلع في نفسه أجيب مساحة المربع اللي هي في الأساس مساحة يا أولاد اللي هي مساحة المعين اللي هي بتساوي مساحة المعين بقى عندي مساحة المعين وعند طول قطر معلوم أجيب طول القطر الآخر أضرب اتنين في المساحة على طول القطر المعلوم يديني يا أولاد يديني القطر الآخر اللي إحنا هايزينه في مسألة فهنا الحل يقول لك يا أولاد أول حاجة نجيب طول ضلع المربع يساوي المحيط على 4 8 و 40 على 4 يساوي 12 سنتي جيبت طول الضلع المربع أجيب مساحة المربع يساوي طول الضلع في نفسه أضرب 12 ف 12 ب 144 سنتي متر مربع فأقول إذن مساحة المعين تساوي يا أولاد 144 سنتي متر مربع القطر الآخر في المعين تساوي أولاد 2 مضروبة في المساحة على طول القطر المعلوم فهنا أولاد أقول 2 ف 144 على 18 هو طول القطر المعلوم فأقول هنا أولاد على الـ 2 في الواحد على الـ 2 في الـ 9 طب وبعد كده أكسم 9 على 9 في الواحد على 9 144 على 9 في الـ 16 16 يا أولاد 16 سنتي متر مربع لو عملنا لها مسودة أولاد كده هو نلقوها 16 فنقوله 144 على 9 14 على 9 في الواحد بـ 1 في 9 بتسعة نطرح يا أولاد بعد كده نقوله أربعة 9 ما نفعش نقوله 14 ناقص 9 نقوله 14 ناقص 9 ما نفعش فنقوله 14 ناقص 9 يبقى فيها الكامل أولاد فيها الخمسة اللي على دور في القسمة الأربعة بـ 54 54 على التسعة فيها 6 6 في 9 بـ 54 إذن يا أولاد إيه 9 140 على التسعة فيها 16 16 يا أولاد 16 سنتي طب عني يجي المسال رقم 5 في مسال رقم 5 يا أولاد قالك معين مساحة تساوي مساحة متوازي أضلاع طول أحد ضلعيه 24 سنتي ومديك الارتفاع المناظر لهذا الضلع 10 سنتي وقالك فإذا كان طول أحد القطرين في المعين 20 سنتي فوجد طول القطرين الآخر الحال نعمل يا أولاد أول حاجة نجي بـ مساحة متوازي الأضلع مساحة متوازي الأضلع تساوي طول القائده في الارتفاع المناظر لها هو ميديك هنا أولاد القائده وميديك الارتفاع المناظر لها اللي هو 10 سنتي فإذا ضرب 24 فعشر يديك 240 سنتي متر ومربع المساحة دي يا أولاد هي مساحة متوازي الأضلع في مساحة المعين وأيضاً لك معين مساحة وتساوي مساحة متوازن أضلع يبني أننا نجحة مساحة يولاد مساحة المعين فإذا مساحة عايزيننا مساحة المعين تساوي مساحة متوازن أضلع تساوي 0.240 سم مربع فعنجيب طول القطع الآخر في المعين هنعمل يولاد نضرب 2 في مساحة المعين على طول القطع المعلوم فنضرب مع بعض 2x240x20 فنضرب مع بعض 2x240x20 فنضرب مع بعض 2x240x20 و2x12x24 سنتيمتر فنضرب مع بعض 2x240x80 فنضرب مع بعض 3x4240x10 فنضرب مع بعض 1x8 فنضرب مع بعض 1x240x10 يبدو أننا مدينا مساحة المستقيل ألف بجيم دال يعني مدينا الجزء كله ومدينا طول الضلع ألف ب ألف ب مدينا 8 صن نحل هذه المسألة يقول لك يا أولاد أن مساحة المستقيل الطول في العرض إذن الطول يسوي كام يا أولاد المساحة على العرض نحن نريد أن نجيب هذا القطر أستفيد من مساحة المستقيل مدينا مساحة المستقيل كام يا أولاد 144 نحن نعرف أن القانون مساحة المستقيل الطول في العرض أنا أريد أن أجيب الطول أكسب المساحة على العرض ومدينا العرض هو 8 فنحكسب 144 على 8 فأقول الطول يسوي المساحة على العرض 144 على 8 إذن يا أولاد ألف دال 18 سن تساوي ألف تساوي بهجيم ألف دال تساوي بهجيم تساوي 18 سن بعد ذلك أولاد هه ميم هه ميم تساوي أولاد تساوي ألف بهجيم تساوي ألف كما تعلم أنه ٧ نصف قطر معين ثم 9 سن ذلك وعندما إنها ٨ سن ثم 8 سن وعندما إنهم ألف ده جبناه 18 سنتي القطر ده جبناه منين جبناه استفادناه من مساحة ياولاد مساحة المستقيل وبعد كده ياولاد هو مدينا ألف به تساوي هه وميم ما مستقيل الضلع ده يساوي الضلع ده يساوي الجزء ده طيب ما ده هه ميم تمانية والجزء ده يساوي الجزء ده يبقى تمانية وتمانية ستاشة فقال لك هنا أولاد وحيث أن هه ميم تساوي ألف به تساوي ثمانية سنطة وبما أن هه واو تساوي اثنين هه ميم يساوي اثنين هه ميم فإذا هه واو تساوي اثنين في تمانية بسطاشة أو تساوي ثمانية زي الثمانية بسطاشة كده سهلت معنا نجيب مساحة المعين نجيبها ازاي من القانون بتاعنا نص طول القاعد نص هي أولاد نص مضروب فيه مضروب فيه قطريه طيب مساحة المعين ألف هه دال واو تساوي نص في هه واو اللي هو القطر في ألف دال القطريه التاني فنضرب أولاد نص في ستاشر في تمنتاشر ضربنا نص في طول القطرين هنا أولاد عن الاثنين فيه الواحد عن الاثنين فيه التمانية وتمانية في تمنتاشر أولاد بمية اربعة واربعين اختبر نفسك واحد أيهم أكبر في المساحة معين طول قطريه أربعتاشر سنطي وستاشر سنطي أم مربع طول قطره تمنتاشر سنطي هنا أولاد نجيب مساحة ده وجيب المساحة ده أول حاجة نجيب مساحة المعين نص طول قطريه نص حاصل ضرب قطريه نص حاصل ضرب قطريه نص حاصل ضرب بأولاد قطريه ده مساحة المعين فنضرب نص فيه كام يا أولاد فيه أربعتاشر فيه ستاشر القطرين اللي هو مدهم لنا فنقوله على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها السبعة نضرب بعد كده يا أولاد سبعة في ستاشر فنقوله سبعة في ستة في اتنين واربعين اتنين ومعانا أربعة وسبعة في واحد بسبعة واربعة حداشر يبقى عندنا يا أولاد إيه مساحة المعين مية واثناشر سنتيمتر مربع طيب إحنا عايزين نجيب مساحة المربع مساحة المربع تساوي كام يا أولاد القانون بتاع مساحة المربع يساوي إيه نص طول القطر في نفسه طيب إحنا عندنا أولاد مساحة المربع تساوي كام نص مدين هو القط يا أولاد طمانطاشر بنص في طمانطاشر في طمانطاشر نص طول القطر في نفسه نجيب المساحة طيب هنا أولاد هنقوله على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها التسعة بعد كده يا أولاد نضرب تسعة في طمانطاشر نضربها مع بعض فنقوله تسعة في تمانية بكام يا أولاد باتنين وسبعين اتنين ومعايا السبعة تسعة في واحد بتسعة وسبعة ستاشر يبقى معايا كام يا أولاد مية واثنين وستين سنتيمتر مربع طيب هنا يا أولاد هنقولك أيهما أكبر فهن عندك المعين مساحته مية واثناشر سنتيمتر مربع والمربع مساحته مية وستين سنتيمتر مربع إذا يا أولاد مساحة المربع أكبر من مساحة المعين طيب هنا رقم اتنين يريد ان يعيدنا مساحة في سطحه اربع داشر سنتيمتر مربع طول احد قطريه سبعة فوجدوا طول القطر الاخر طول القطر الاخر يساوي يا أولاد طول القطر الاخر يساوي اتنين مضربة في المساحة على طول القطر المعلوم على يأولاد القطر المعلوم هنا أولاد يساوي مدين هو المساعة فنقوله 2.14 على القطئ المعلوم 7 فنقوله على 7 فيه الواحد على 7 فيه الـ 2 2 في 2 بـ 4 يبقى 4 سنتين يبقى طول القطئ الآخر أولاد 4 سنتين وبكده وصلنا معاكم نهاية درسنا النهاردة أرجوكم استفدتم معنا وإلى اللقاء في درس جديد من درس مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته